جريدة الروسية اللي جابت الخبار جابتوا على أساس أن أوروبا ما ديراش علينا الحصار أنا الحصار فقط شكلي وانا كان بيعوا تونس والمغرب ومن ثم يمشي الأوروبا ولكن ما يهمنا احنا كم غاربة هي هذكر فلوسنا لانا الشركة فاش كتشري وكتزور راه كتضيع الضريبة لكتضيع لانا فاش كتشري بخمسة وعشرين وانتا مزوروا رضيتي لسبعين أولا كتسمح لك تخرج بزيف ديال الفلوس ديال العملة الصعبة كان تهرب ضريبة واضح وكان خلق أزمة في البلاد اللي انتا بالنسبة لك عيواض ما يبقى هذ القاز بهذا البريلير خيص لنظر كما نضروا على خمسة وعشرين وثلاثين صاف يدير أوتوماتيك مو في البومبا خصو يتباع بسبعة ستدرهم انتا كتبعوا على المغربي بتماشرة درهم مالتي عز تكتعرف نحنا في هذا الموقع هذا ممكن تكون شيء أفكار واعرة ولا مهمة خصونا الجمهور المغربي نعودوها باش نفهموها نظر لخطوطها هاتش اللي قلت يدابها في غاية الرعب والخطورة باش الناس يعرفوا مدهول هذه الفاجئة هاد العملية ديال المغاربة وهاد بيعشتها في الديازيل الروسي كعطينا ثلاثة الأضرار الضرار الأول هو العملة الصعبة كتخرج العملة الصعبة المغربية كتخرج نطبعا النقطة الثانية هادي يقدر دينا التعويب النقطة الثانية اللي خطيرة جدا هو التهروب الضريبي النقطة الثالثة اللي خطيرة جدا هو انه كان مقدور هاد الشركة المحروقات انها تبيع فالبلاد بمزوط عيرخة وبالتالي ها ترخى الاسعار والغيزة إذا همون يمشي عليها العفية اتجيب المغاربة هاتش ديك هم سأواني واضحة بالفعل هاتش ديك